خش في الموضوع يمكن الرئيسي النهاردة تحديدا هو الاسماعيلي وجرت العادة في الاوينة الاخيرة انه كل الناس عندها رغبة دفينة في انه تدعم الاسماعيلي هتلاقي تلات اربع اللي لم يكن الاعلام كله وقف خلف النادي الاسماعيلي بيتمنى كل التوفيق للنادي الاسماعيلي اه النتائج مهاش احسن حاجة ولكن ايضا مع النتائج ما يصل الى مسامع الناس على النحو الاعلامي وعلى الرأي العام ليس فقط الكروية في الاسماعيلية ومشجعي النادي الاسماعيلي وانما ايضا في كل مصر وهنا دي نقطة فاصلة بس بقولها ليه نقطة بفاصلة؟ هناك فارق ما بين ان تصدر لك الازمات تباعا واحدة تلوى الاخرى من الاعلام وهذا امر غير موجود وهناك فارق بين انك تتصدر الاغلفة والمواقع والبرامج وهناك فارق كبير جدا جدا بقول ده لانه انبارح خرج بيان من مجلس ادارة النادي الاسماعيلي هقولوا ليه حضراتكم بالزبط علشان الازمة تتفاقى من النهاردة ويحصل رد ببيان اخر باختصار اللاعبة ما نزلتش اتمرنت فمجلس ادارة نادي الاسماعيلي قال ان هذا التصرف غير مسؤول من لعبي الفريق في هذا التوقيت الحرج وقال المجلس انه بيرفض سياسة لو يدراع وبناء عليه قرر ما يالي الصفحة اللي بعديها عقوبات بخصم نسبة 10% من عقود جميع اللاعبة اللي امتنعوا عن خوض المران اللي هو اليوم اللي هو كان مبارح حالة اللاعبين للتحقيق تحت اشراف المستشار طاهر الشفعي ثلاثة تصعيد عدد من لعبي فريق الشباب للتدرب والتدريب مع الفريق الاول لنهاية الموسم وذلك اعتبارا من الغد دي قرارات مجلس ادارة النادي الاسماعيلي ثم اليوم حصل مستجد جديد وهذا المستجد يخص لعاب نادي الاسماعيلي وخلينا اقول لك وبصراحة شديدة هذا امر لاول مرة في حياتي بشوفه ما شفتش لعيبة كتبه بيان ما شفتهاش لو حد شاف هيقولي حد شافه انا ما شفتش لعيبة كتبت قبل كده بيان ونزلته في اي وقت من الاوقات البيان مكتوب بخط اليد زي ما حضراتكم شايفين واكاد اجزموا بنسبة مليار في المية انه تم الاعتماد على احد السادة الصحفيين لكي يصيغوا من الناحية الصحفية فقال لك توضيح هام وقدام حضراتكم واع الشاشة ارجو تسيبوا واع الشاشة عشان الناس تفضل شايفاء قال لك ليس من اجل كسب تعاطف احد او الخوض في تفاصيل الازمات التي يمر بها كل لاعب داخل الفريق لم نقم بالتمرد او الامتناع عن التمرين يوم امس كل ما في الامر انه كان معاد صرف جزء من المستحقات التي ارتضينا بها تقديرا لظروف الاسماعيلي وهو من مقدم العقد لمستحقات الموسم الحالي الذي لم نحصل عليه كاملا حتى الان وليس كما قيل وهناك نفي تم لما يقوله مجلس الادارة ركز في التفاصيل قال لك تم تهميش مستحقات الموسم الماضي المقدرة في نسبة المشاركة الكاملة اذا لم نحصل على مستحقاتنا منذ سبعة اشهر ووجود شكات من الموسم الماضي لم يتم صرفها حتى الان قال لك وفقت بعض اللاعبين الوافدين هذه السنة هم الذين حصلوا على نسبة من مقدم التعاقد على حسب اتفاقهم مع النادي والباقي لهم مستحقات منها ايضا ده معناه ان النادي مفتح على بعضيها لما اللاعب عارفة مين اللي قابد ومين اللي ما قابدش ومين اللي اخد ومين اللي ما اخدش يبقى الدنيا كلها سداح مداح بس عشان تبقى موجود في الصورة قال لك بعض اللاعبين الوافدين اللي حصل جميع اللاعبين لديهم مستحقات متأخرة وفقا للعقد المبرم بين النادي واللاعب وانتظرنا ان يقوم احد من المسئولين بالقدوم والتحدث معنا لاهمية الفترة التي يمر بيها النادي وصعوبة الموقف وضيق الوقت ولم يحدث اي تغيير هذا البيان الموقع عليه من 28 اللاعب قال كمان انه بيتم تصدير للرأي العام في الاسماعيلية ان اللعيبة هم اللي بيفتعلوا المشاكل وده امر غير صحيح بالمرة واللعيبة هم اللي بيقدموا دايما الحلول تأديرا للظروف التي يمر بيها النادي ويتحملوا رغم ظروفهم الصعبة وفي اخر البيان اللي زي ما حضراتكم شايفين موقع عليه 28 لعب قالك سنخوض المباراة القادمة بكل قوة واسرار لتحسين وضع الفريق فقط من اجل النادي وجمهوره ولكن هذه الازمة ستستمر اذا لم يكن هناك حل واضح لهذه المشكلة الكبيرة التي تؤثر على وضع النادي وخليني اقولك وبصراحة شديدة الجمهور حالته صعبة جدا جدا في الاسماعيلية عارف انه الظروف صعبة بالنسبة لللعيبة وعارف انه الظروف صعبة بالنسبة لمجلس الادارة لكنه ظروفه هو نفسه كمشجع اصعب منهم هم الاتنين لانه شايف نفسه في وضعية يستحيل انه يتخيلها او يصدقها انه النادي الاسماعيلي في ظروف قد تدفعه بعيدا عن بطولة الدوري المصري بي